اهلا بكم مرة تانية النهرة بنكلم عن ريدمي سمارت باند 2 اول باند من ريدمي يبقى متاح في الاسواق وخاصة مصر هنتكلم عن مواصفات واهم عيوب ريدمي باند 2 من خلال علبة الشرب ناخد فكرة عن ابرز مواصفات الباند الباند بتدعم تتبع ضربات القلب على مدار اليوم نسبة الاكسجين في الدم معيار مقاومة مية عالي 5 ATM وشاشة كبيرة وبطارية محترمة جدا محتوى عالبة ريدمي باند 2 الباند مع وصلة شحن ماجنيتك بجودة عالية جدا شاشة ريدمي باند 2 بواحد 47 مية بوصة تي اف تي مش امولد بحواف غير منتظمة من فوق ومن تحت وجودة الباند نفسها تعتبر قويسة ولكن لا تقارن بشاشات الامولد الموجودة في الشاومي باند 7 او المي باند 7 او البداية للتانية من المنافسين الصيني زي هاي لو و ايمي لاب وكل الكلام ده تصميم الاستراب مع جسم الباند مش حلو ما عجبنيش الحقيقة شكله مش عملي شكله مش لطيف وتحس ان هو باند رخيص جدا سعره 1200 جنيه ده سعر يعتبر عالي بنقرب من سعر المي باند 7 وبالتالي هنا تصميمه يعتبر مش حلو تصميم سيء في قطعتين من الجنب بيزوده بمساحة الباند نفسه الفاضي فاهم نقاط التنازل او نقاط السلبية الرئيسية في الباند ده هو الشاشة هنا والحواف الكبيرة الغير منتظمة وكمان تصميم الاستراب الغير عملي والشكل مش حلو قوي ممكن تركب جسم الباند دي في اي اتجاه مش مشكلة اطلاقة لان طبعا هنا زي ما احنا ملاحظين الباند بدون اي ازرار وبتشتغل عن طريق الايماءات او اللمس على الشاشة ده شكل الباند على الايد وفيها قبزين معدني وحقيقة يعني تلبسها صعب نهاية الطرف الاستراب بتكون واضحة وشكلها مش لطيف يعني زي ما احنا ملاحظين كده شكل الباند وتلبيسه يعتبر صعب ومش هلو مش لطيف كمان لما تيجي تغير الاستراب دي لأي استراب تانية بيبقى فيها نفس المشكلة وزي ما احنا ملاحظين بوضح لكم بس فكرة ان تصميم الاستراب بيزوت حواف الباند زي ما احنا شايفين الشكل جسم الباند بدون اي ازرار والتحكم زي ما قلنا من خلال اللمس والايماءات وقفل الشاشة بيحصل لما تغطي بيدك على الشاشة الموضوع مش اكيروت قوي مش مظبوط قوي احنا ما بتقفلش ولكن على اي حال هي ميزة موجودة في السوفتوير بالنسبة للوظائف اللي بتقوم بيها الباند معدل ضربات القلب في تراكينج لضربات القلب طول النهار وياسات حقيقية نسبة الاكسجين في الدم عن طريق برضو سنسور خاص بتتبع نسبة الاكسجين في الدم تتبع النوم بتحكم في الموسيقى فيها ميزة الفايند فون او ان انت بتبحث عن تليفونك لو انت مش واضح بالنسبة لك مكانه الساعة بتدعم اللغة العربية بالكامل وممكن تستقبل الرسائل زي ما احنا ملاحظين كده بلغة عربية واضحة كمان فيها استقبال للمكالمات وعندك او ان انت تكانسل المكالم خالص او ان انت تعمل سايلانت التليفون ما فيش امكانية رد على المكالمات في الباند ده لانه فعليا ما فيش فيه سماعة التنبيهات بتتم عن طريق هنا الباند بتربط بالمي فاتنس تطبيق شاومي الشهير جدا اللي بيجمع احصائيات الباند وبتدر تحكم بشكل كامل في الباند من خلال الوتش فيس كتير جدا الموجودة اكتر من ميت وتش فيس وشكلها حيق جميل وعمل جدا واحدة من اهم عيول باند ده انها مش بتقبل اكتر من تلاتة وتش فيس يعني فيه تلاتة وتش فيس بحد اقصى لما بتيجي تسطب وتش فيس كديدة بيطلب منك انت تشيل واحدة من الوتش فيس الموجودة على الباند الباند ده متوفر بسعر 1200 جنيه على امازون حاليا وسعره يعتبر مبالغ فيه جدا بالنظر لسعر المي باند سكس والمي باند سيفن المي باند سكس بيبقى حوالي 900 جنيه او 300 جنيه والمي باند سيفن بشاشة الامراضة العظيمة جدا استحواز الشاشة الكبير جدا بحوال 1500 جنيه وبالتالي هنا السعر يعتبر عالي ولكن على اي حالة هي بضمان الوكيل مش بضمان دولي سعرها في السعودية 99 ريال في الامراض مية وتسعة درهم امراضي وفي الاسواق الخارجية حوالي ستة وعشرين دولار بشكركم شكرا جزيلا ده كان كل حاجة عن فيديو النهاردة شكرا لكم وإلى اللقاء السلام عليكم